موسيقى حبائي مين قال ان احنا حياتنا هي بس للراحة دور الكنيسة الكرازة والناس المرتاحة شو نصلين نقول يا رب جبلهم اضطهاد هو اكتر من هيك اضطهادات في الدنيا وصلنا الى حالة الفطور الروحي الصعب جدا والمشكلة الاكبر في هذه الايام اللي نواجهها عدم الخضوع للسلطة والكنيسة مشكلة تانية السلوك الجسد كتير من المسحيين والمؤمنين عم بيسلكوا في الجسد مش في الروح عايشين الطفولة الروحية حياة التناقض حياة الصراع حياة الهزيمة وحياة الفشل وحياة العار الروح يشتهي ضد الجسد والجسد ضد الروح كتير من الناس خلاص يعني كأنه هذا هو الوضع مشكلة تانية حبائي وهي مشكلة خطيرة الكبرياء فكرنا في شوية معلومات ما هو المعلومات يا بتنفخ يا انه بتتحول لطاقة وانك تشهد بتتكلم عن يسوع المسيح لكن اكبر مشكلة واصعب مشكلة من شوها جافة الايام الاكتفاء الروحي الاكتفاء الروحي شناعة وفضاعة الانسان المكتفي روحيا هو اخطر بل اصعب من الغير مؤمن المكتفي روحيا قاعد فهمان كل اشي لابس بدل حلوي الناس بقولوا عنه طاقي وبقولوا عنه بارو يا سلام سمعتو حلوي صدقني افضل تتقابل مع ناس بتسقط وبتفشل وبتقوم ميت مرة بس بتربح من نفوس من شخص لابس لي بدل وعايش كل حياته بارو طاقي وعنده مخافة الله وممدوح من الكنيسة مين الاهم في ملكوت الله في يوم من الايام كلنا رح نواجه الرب محد كامل هو الرب مش اجل للخطاء والعشرين والزناة والناس التعبانة والمعطرة مثلك ومثلي هو بس منمدح الشخص المبين عنده هيبة من برة ولا الناس اللي فشلت ميت مرة بس عايش عم بربح نفوس للرب هذا مهم الاكتفاء الروح احبائي هذا هو الخطر اكتفينا معنا احنا اليوم ما شاء الله الاف البرامج على الفيسبوك الاف البرامج على القنوات الفضائية كنا نقول بركة صارت اليوم كل واحد بغنى على لهله وعلى مواله حبائي لازم يكون في مصداقية لكلمة الرب لازم يكون في محاسبة ومش كل واحد خادم ولا قائد بيطلع يتكلم اي كلام اين المحاسبة اين المصداقية هو لانه صورت خلاص انا صورت شخص معروف بتكلم اللي عاوز اتكلمه ما بصح وين المصداقية بتعليمنا وين المحاسبة احنا مطالبين في محاسبة احبائي مهم جدا الاكتفاء الروحي خطر خطر فضيع جدا احذر الكتاب بقول حارين في الروح الكتاب بيوصف في اخر الايام لكثرة الاثم تبرد محبة الكثيرين وبيحكي لك نيسة افسوس انك تركت محبتك الاولى الرب اجج صدورنا وقلوبنا في محبة ملتهبة للرب يسوع المسيح احذر 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 انك تكتفي روحيا انه مو شيء استمراري وفيك تقول انا اكلت الاسبوع اللي فات اكلت وجبة ايلي بدك كل يوم توكل كل يوم تشرب نفس الشيء كل يوم محتاج حضور الله في حياتك تتمتلئ من روح الرب